اهلا بكم في حلقة جديدة من فلسطين هذا الاسبوع حددت التعاليم والمبادئ الدينية والانسانية كيفية التعامل مع اسير الحرب وقرت معاملة انسانية ضمن حقوقه في العيش بكرامة تستجيب لحاجاته الاساسية اما ان يحرق الاسير ويمثل به ويتم تعميم عملية اعدامه عبر وسائل الاعلام المختلفة فان الامر يحتاج الى وقفة جدية تنسجم مع خطورة الموقف على المستوى الاخلاقي مجموعة من التكفريين جاءوا الى الوطن العربي من كل بقاع الارض بحجة الانتصار لكرامة الانسان ها هم ينكلون بالبشر والشجر والحجر تحت شعارات ومبررات مختلفة من هنا جاء تضامن الشعب الفلسطيني مع الطيار الاردني معاد الكساسبة وتأكيد رضد هذا الاسلوب الهمجي بخاصة وان هذه الجماعات تتحدث عن الدين والمقدسات بينما الكدس وفلسطين مشطوبة تماما من حساباتها لانها تتحرك وفق اجندات موضوعة سلفا من جهات معادية للشعب الفلسطيني بل وللعالم العربي بأسره الى العناوين تنديد فلسطيني واسع باحراق الطيار الاردني معاد الكساسبة حملة وطنية لإطلاق صراح الأسرى الأطفال انطلاق عملية تشجير أراضي شارع الشهداء في الخليل في إطار برنامج زراعة مليون شجرة في فلسطين مطعم النسوي في أريحة لاستقطاب أيدي عاملة نسوية والحقول دون عملها في المستوطنات بعد تدمير منزلها أسرة غزية من 13 فردا تتكدس في غرفة من الصفيح نذهب مباشرة إلى تقريرنا الأول في هذه الحلقة الفلسطينيون يتضامنون مع أشكائهم الأردنيين ويعبرون عن تعاطفهم مع أسرة الطيار كساسبة بعد إحراقه بطريقة بشع ما يتناقض مع كل المبادئ والتعليمات الدينية والحقوقية والإنسانية أعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا وتصوير ذلك وتعميمه من خلال وسائل الإعلام يشكل منعطفا أكثر خطورة في مسلسل الإرهاب الذي يشتاح المنطقة العربية يقتل ويدمر ويهجر ليعيد منطقتنا إلى عصور الظلام كان الغرب وهو يماحك الأنظمة العربية على طريق تقسيم المقسم في المنطقة يغض النظر عن خطورة ودموية الجماعات التكفيرية مستعملا إياها جسرا لتنفيذ مخططاته فأخذت نيرانها تصيبه في عقر داره من خلال عمليات تفجيرية نفذت في عواصمه وقد احتاج الغرب زمنا ليدرك أنه سوف لا يستطيع السيطرة على تمدد التكفيريين الذين يكادون أن يقيموا إمبراطورياتهم في دول بأكملها كما يحصل الآن في العراق وسوريا حيث يتم سلخ مساحات واسعة من أراضي هاتين الدولتين إن إحراق طيار شاب بطريقة بشعة يندى لها الجبين الإنساني والضرب بعرض الحائط بكل أخلاقيات ومبادئ التعامل مع أسير الحرب بمثابة إرسال رسالة تخويف وترهيب لكل العرب والمسلمين بل والعالم بأسره أجل التكفيريون يقتلون وينهبون ويسبون على مرأة العالم ولأنهم ينفذون أجندات معادية لم نسمعهم مرة واحدة يتحدثون عن فلسطين والأقصى إنهم تدميريون دمويون ومن الطبيعي إزاء جريمتهم الأخيرة أن يقف الفلسطينيون حكومة وشعبا تضامنا مع الأردن وتضامنا مع أسرة الكساسبة التي لم يحرق التكفيريون ابنها فقط إنما أيضا قلوب ذويه الذي نهالهم وصدمهم ما حل بمعاذ والسؤال ماذا بعد هذه الجريمة النكرة أو الأصح؟ ما الذي ينبغي أن يفعله العرب لكي ينقذوا أنفسهم من الحريق؟ للقراءة التحليلية معنا في الأستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ جهاد صالح أهنوك وسهلا بك أستاذ جهاد نهي الرسائل التي حاول إيصالها هؤلاء التكفيريون للعرب عبر عملية هذه عملية الحرق البشعة التي ربما تكون غير مسبوكة في التعامل مع أسير الحرب أولا أقدم أحر التعازي لأسرة الفقيد معاذ الكساسبة وأقدمها أيضا إلى الشعب الأردني الذي وقف صفا واحدا مع أسرة الشهيد ملكا وحكومة وشعبا هذه الرسالة ليست جديدة لقد سبق لداعش أن قامت بإعدام كثير من المواطنين العرب وغير العرب الذين احتلت مواقعهم لكن هذه العملية جاءت بشكل أبشع وبشكل يثير الإشمئزاز والقرف لدى المواطن العربي والمواطن الإسلامي خاصة أنها تعتبروها أنها عبارة عن قضية دينية وهذه الجريمة النكراء تستدعي الدول العربية والإسلامية إلى الاجتماع ووضع خطة لمقاومة هؤلاء التكفيريين الذين جاءوا من عندنا بالأساس ولكن أيضا أحضروا من جميع دول العالم كل أنواع التكفيريين وكل أنواع المهوسين يعني مشاهدنا أستاذ جهاد يعني عملية الحرق فيها يعني نوع من استثمار التكنولوجيا التصوير الإطارة التركيزة على ملامح الوجه يعني فيه ناس أخرجوا هذا الفيلم القصير بشكل احترافي ما يؤكد أن يقف مع هؤلاء وخلفهم ناس يعني جيين من الخارج أيضا أولا أولا المطلع على سيناريو الإعدام يعرف أنه فيه جهات متقدمة تكنولوجيا جاءت لكي ترون وهذا نشرته إحدى الصحف الأمريكية وخاصة أنه فيه كثير في خمس من التكفيريين الذين يقومون بالإعدام هم كانوا أصلا إشي جاي من إسبانيا وإشي جاي من البرتغال وكانوا لعيبة كرة قدم بالأساس كانوا لعيبة كرة قدم وجاءوا هذا يعني أنه فيه هناك عقلية مهووسة تأتي إلى بلادنا وتقوم بمثل هذه التكفيرات هل حقق التكفيريون من خلال هذه الرسالة يعني هدفهم في التخويف والترويع وردع؟ نعم هم باختصار التكفيريون يريدوا أن يحققوا حالي من الرعب وحالي من اليأس حاليا لم يستطيعوا لكن هؤلاء لهم عقلية منسجمونهم مع هذه العقلية هم يريدوا أن يقولوا كل من يقاومنا سيكون نتيجته كما صار لمعاذ الكساسب سواء من الطيارين سواء من المواطنين اللي كانوا يأخذوا بلدانهم ويأخذوا مدنهم ويأخذوا قراءهم هم يريدوا أن يثبتوا حالة الرعب لدى الجميع لكي يهربوا الناس ولكي يسلموا هذه عقلية وهذه عقلية عنصرية ومن أيام النازيين استخدمها هتلر في المقاومة اللي كانت تواجهة طب سجاد الغرب هو من غذى هذه الجماعات الدينية المتطرفة بدءا من أفغانستان وأرادها في البداية أن تعمل ضد الاتحاد السوفيتي الجيش السوفيتي في أفغانستان استعملهم كأداء وأراد أن يحشرهم في مربع معين لكنهم خرجوا من هذا المربع وهاهم نارهم تمتد إلى الغرب نفسه من خلال عملية التفجير في بعض العواصل يعني أنا لا أريد أن ألقي كل شيء على الغرب الغرب يعمل ضمن مصالحه وضمن حيثياته اليومية لكن احتضان هذه التكفيريين هم موجودين أساسا موجودين عندنا وخرجوا من عندنا ويجب أن لا نذعن إلى إلقاء الضوء وإلقاء على الغرب لوحده هؤلاء في العراق وفي سوريا هؤلاء نبتوا من عندنا أساسا من عندنا يعني البيئة نعم البيئة الحاضنة هي كانت من عندنا وأريد أن أعود إلى العراق مثلا العراق هذه البيئة السنية التي يعمل بها هي كانت نتيجة السلوك اللي كان نوري المالكي يعمل في العراق واستحوذ فئات معينة ضد فئات أخرى وهؤلاء التكفرين استغلوا هذه الناحية فذهبوا إلى ما ذهبوا إليها يعني بعض الممارسات القمعية تغذي هذه البيئة هي الحاضنة هي الأساس وجاء مصالح الغرب مصالح الغرب تعني أنه يجب أن يكون في حالة من الشرذمة ومن التشتت موجود في الوطن العربي وهذا ما كان يأسرون فيه بمعنى الشرق الأوسط الجديد هذه الشرذمة لا يريد إسقاط طب هذه الفوضى إذا عمت الفوضى إذا عمت في العالم العربي هل سينجو الغرب من نيران هذه الفوضى هم حتى الآن هم لا ينجو دليل على ذلك ما حصل بفرنسا قبل قبل فترة هم لا ينجو ولكن الآن كل حصارهم أنه يجب أن يكون هناك تشتت في الوطن العربي يجب أن يكون في قوى تتصارع في الوطن العربي أريد أن أقول شغلة حيثية بالنسبة لسوريا سوريا كل العالم يطالب بإسقاط نظام السادات مما فيه المعارضة مما فيه الشهد لكن الآن نتيجة هذا الرعب ونتيجة هذا الذي يجري يصبح إسقاط الأسد جريمة كبرى الدليل على ذلك أنه هؤلاء هم الذين سيأتون محل النظام حفظ حفظ الأسد وابنه بشار الأسد فهذا كله يعني أنه عدم استسلام هذه القوة الإمبريالية الإمبريالية يعني هل تختلط الأوراق يعني مثلا يعني هذه الدول التي تدعم هؤلاء التكفريين بشكل أو بآخر ألا تدرك أنها إذا رحل هذا النظام أو ذاك أن البديل سيكون هذه الفوضى هذه الحرائق هذا التدمير هذا هو بالضبط ما أريد أن أقوله إنه إذا رحلت هذه الأنظمة الدكتاتورية سيأتي بعدها قوة تكفيرية وقوة أشد من القوة الدكتاتورية ضراوة وأشد منها يعني هل سترجع العصور فائتة غابرة نعم هم يريدوا أن يعودوا بهذه المنطقة إلى العصور الظلمية العصور السابقة طب ماذا بالنسبة لنا نحن يعني في الوطن العربي الملفت للنظر أنه رغم كل التأييد وكل الوقوف إلى جانب الأردن وإلى جانب أسرة الكساسبة في هذا الموقف وهذا شيء مشكورين على الناس لكن حتى الآن لم يحصل أي إشي له ردة فعل بمعنى لم يحصل فيه هناك أي اجتماع يقرر للدول العربية ماذا يريد أن يعني والقوى الإسلامية دليل أن الحاضن موجود عندنا مثلا خذ الذي حصل بفرنسا فرنسا فورا عملت مظاهر عالمي وجمعت كل الدول بالعالم وجاءوا إلى فرنسا وأعلنوا تأييدهم لفرنسا بينما عنا يصبح هذا السلوك التكفيري السلوك الشاذ السلوك الذي يعرض كل إنسانية وحتى الآن لم يحصل من أي دولة عربية يقفوا مع الأردن ويقفوا في مواجهة التكفيرين تقريبا كل الدول على المستوى الرسمي أدانت وسائل الإعلام المثقفون الكتاب كان فيهم رأي أنت تطالب بأن يتحول هذا الموقف الانظري إلى فعل على الأرض وإلى فعل هذه القوى التكفيرية بحاجة إلى شغلتين الشغل الأولى هي أولا ضرب عسكرية يجب أن الآن الكل يقول لك أنه إحنا يجب أن نصحح خطنا الدين وإلى آخره هذا الآن هذا مدى على الطويل ولكن الآن يجب أن تضرب هذه القوى بقوة عسكرية ومن ثم تأخذ الخطوات اللاحقة تصحيح الفكر الإسلامي تصحيح كذا كله تأخذ بعد الضرب العسكري يعني أنت قصدك الفكر المتطرف الفكر المتطرف نعم الفكر المتطرف نعم اسمح لنا بالانتقال إلى موضوع آخر تضامنا مع طفلة ملاك الخطيب أصغر أسيرة فلسطينية أطلقت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين حملة وطنية لإطلاق سراح الأسرى الأطفال لم تغب قضية الأحمر في مدينة البيري خصصة للتضامن معها وإطلاق حملة للإفراج عنها أنا بلغت حالة الاعتقال في صفوفهم منذ عام 2000 أكثر من 10 ألاف لا يزال يقبع داخل السجون 300 منهم وفقا لجهات حقوقية مدافعة عن الأسرى تم إطلاق الحملة الوطنية لإطلاق سراح الأسرى الأطفال داخل السجون الإسرائيلية والذين بلغ عددهم حتى اللحظة أكثر من 300 طفل قاصر في هذه السجون وعلى رأسهم الأسيرة الطفلة ملاك الخطيب ابنة 14 عاما التي حكمت شهران من كبل المحاكمة العسكرية الإسرائيلية وتم فرض غرام عليها وعلى كل الأسرى الأطفال المشاركون طالبوا بإطلاق سراح ملاك وجميع الأسرى الأطفال من جهة والجهات الرسمية الفلسطينية بمحاكمة إسرائيل دوليا إزاء جرائمها من جهة أخرى يجب عدم الصمت وفقط التفرج على ممارسات إسرائيلية على مدار الساعة بحق الأطفال القاسرين بحق المرضى بحق الإداريين بحق المعزولين كل هذه مخالفات جسيمة للقوانين الدولية وللأعراف الإنسانية علينا أن نستخدم أدوات القانون الدولي وانضمام فلسطيني إلى هذه الاتفاقيات لمحاسبة إسرائيل لملاحقة إسرائيل زيادة الضغط على الجانب الإسرائيلي حتى يحترم حقوق الإنسان الأسر داخل سجون الاحتلال وأمام هذا المشهد يبقى ملف الأطفال الأسرى يؤرق الفلسطينيين في وقت تتنصل فيه إسرائيل كسلطة محتلة من التزاماتها القانونية والإنسانية التي نصت عليها المواثيق الدولية حمز السليمي تلفزيون وطن مدينة يعني استجهاد اعتقال الطفلة الفلسطينية ملك عمرها 14 عاما فقط وهي أصغر أسيرة فلسطينية هذا الاعتقال يصلت الضوء من جديد على ملف الأسرى الأطفال في رأيك سيد جهاد كيف ينبغي التعامل مع هذا الملف الفلسطيني يعني ما دمنا نتحدث عن القوى التي تمارس سلوكيات غير قانونية وتمارس سلوكيات عنصرية وسلوكيات نازية لا بد من الحديث عن السلوكيات والمسلكيات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية سواء من خلال اعتقال الأطفال والمسنين والمرأة وإلى آخره وتأتي هذا الحكم لكي يبرز حقيقة العدو الإسرائيلي الذي لا يسأل عن شيء لا يهمه أي قانون دولي ولا يهمه أي تعاطف دولي ولا يهمه الرأي العام الدولي فهو يقوم بهذه الممارسات ضد الشعب الفلسطيني سواء كان طفل سواء كان شيخ طب بالنسبة لمنفل الأطفال أستجهاد ألا يستحق هذا أنه نقلوا على الطاولة وضعوا الطاولة الأممية هذا المفترض أنه فورا كل القوى حقوق الإنسان وسواء كان بالسلطة أو سواء كان بالمنظمات الأهلية يجب أن يأخذوا مثل هذه السلوك ويخاطبوا الرأي العام العالمي والمؤسسات الحقوقية داخل الأمم المتحدة وخارج الأمم المتحدة لكي يتم هناك حركة التفاف حول هذه السلوكيات وإدانة مستديمة إلى القوات الإسرائيلية وإلى سلوكياتها داخل الأرض المحتلة وفي كل فلسطين نعم إذن نذكر بالعناوين المتبقية انطلاق عملية تشجير أراضي شارع الشهداء في الخليل في إطار برنامج زراعة مليون شجرة في فلسطين مطعم النسوي في أريحة لاستقطاب أيدي عاملة نسوية والحقول دون عملها في المستوطنان بعد تدمير منزلها أسرة مغزية من 13 فرقا تتكدس في غرفة من الصفيح أعلنت هيئة العمل التطوعي الفلسطينية ومؤسساته المحلية شريكة البدع بتشجير أراضي شارع الشهداء في الخليل المحاذية هذه الأراضي محاذية لأربع مستوطنات ويأتي هذا تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج زراعة مليون شجرة في فلسطين تتكاثف الجهود لزراعة أشار الزيتون على أراضا مهددة بالمصادرة في شارع الشهداء في الخليل المغلق أمام الفلسطينيين منذ عقدين من الزمن نحو مئة شجرة زيتون زرعت في المكان ضمن حملة الأرض لنا وفي إطار برنامج الزراعة المليون شجرة الممولة من الحكومة الأردنية كإنطلاق رايحة تستهدف كل المحافظات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية التي تعاني من اعتداءات المستوطنيين والتي تعاني من خطورة التوسع الاستيطاني بهدف إسناد المزارع الفلسطيني وضعم صموده وتعزيز وجوده على أرضه لمهددة بالمصادرة من طرف الاحتلال الإسرائيلي ولم تمنع التعزيزات الإسرائيلية المشددة واستنفار المستوطنين من استكمال الناشطين لزراعة أشجار الزيتون اليوم زرعنا مجموعة من الزيتون في هذه المنطقة التي تعاني من سياسة التهويد الإسرائيلية وسياسة الاعتداءات اليومية على أهالي شارع الشهداء وتلرميدة تضييق وتوتر مستمر يعيشه سكان شارع الشهداء آخرها إغلاق منزل مسنة فلسطينية للاستيلاء عليه لصالح المستوطنين أنا أتسلق حيطان لما أوصل لبيتي طريقة رئيسية لبيتي مغلقة بإغلاق تام باروخ مارزل جاري المسمم ساكن فوق بيتي بالضبط جميع سكان المنطقة يعانوا معاناة شديدة إذا بدهم يشتروا أي غرض ممكن يروحوا بس على المنطقة الثانية ويشتروا أغراضهم ويتفتشوا من قبل الجنود المستوطنين والجيش بتحركشوا فينا لما ننزل المدس بيضربونا وبعض يغلطوا علينا كلام مش منيح كلام مش منيح وبيحكوا وبعضوا وبعضوا ويتمسخروا علينا وإذا عادنا نحكي معهم إشي وبيلطقوا علينا حجار دعاء سيوري الخليل تلفزيون وطن يعني سجاد الرد على الاكتلاع بالزراعة حملت زراعة مليون شجرة في فلسطين في أي إطار أو في أي سياك تضع هذه المبادرة يعني أنا أريد أن أبدأ حديثي بمقولة شاعرنا الكبير محمود درويش عندما قال على هذه الأرض ما يستحق الحياة هذه الأرض الفلسطينية يجب أن تظل خضراء يجب أن تظل المعطاعة رغم كل الإجراءات الصهيونية التي تستهدف سواء هذه الأشجار التي يعاني منها الإسرائيليين وبخاصة الأشجار المعمرة المرتبطة بالتاريخ الفلسطيني بالذاكرة حملة الفلسطينيين الآن وبتقديم من الحكومة الأردنية وهي مشكورة تقديم هذه الأشتال إنما يعبر عن عمق الحياة الفلسطينية وعمق العطاء والتشبث بالأرض الفلسطينية يعني هذه الحملة فيما لو تسنى لها النجاح يعني مليون شجرة فلسطينية جديدة هي تعوض من حجم الخسائر بخاصة وأن الأشجار الفلسطينية لا سيما أشجار الزيتون المعمرة مستهدفة وبين الفترة والأخرى نرى جرافات احتلالية تقتلع أشجار معمرة ويتم نقلها وسرقتها يا سيدي إحنا مهما كان نتيجة هذه الحملة المهم هو العطاء المهم هو استمرار العطاء واستمرار الفلسطينيين في زراعة هذه الأشجار نحن المواطنين لا يستطيعوا أن يمنعوا الجرفات الإسرائيلية من جرف وتقطيع هذه الأشجار يعني أن ترد على هذا الفعل التخريبي بفعل بمنا بالاستمرار ونحن بحاجة إلى تضامن عربي بالدرجة الأولى ثم تضامن دولي لزرع هذه الأشجار وتخضير فلسطين إلى فلسطين وإبقاء أرض فلسطين أرض خضراء وأرض معطاء وإلى مبادرة أخرى مبادرة نسوية للحد من ظهرة استغلال النساء الفلسطينيات العاملات في المستوطنات وكان لتلفزيون وطن تحقيق جريء تم بثه قبل بضعة شهور وتم التعليق عليه وتحليل الأهداف والمرامي من وراء استغلال النساء الفلسطينيات العاملات في المستوطنات للرد على مثل هذا السلوك استغلال استغلال النساء والذي صلتنا عليه الأضواء في تلفزيون وطن وحذرنا من مخاطره وتداعياته تأتي مبادرة نسوية حتى لو كانت محدودة مؤقتا نحن ننظر أن يتم تعميمها وتوسيعها فافتتاح مطعم نسوي في النوعمة بأريحة لتوفير حياة كريمة للنساء اللواتية لتحكم بالعمل في المطعم خطوة صغيرة لكنها مهمة على الطريق في محاولة منهن لخلق فرص عمل وتوفير حياة كريمة للنساء الفلسطينيات في أريحة والأغوار أنشأت مجموعة من النساء في قرية وعمة شمال مدينة أريحة مطعما نسويا يقدم خدماته للعموم المطعم الذي تشرف على أعماله جمعية نساء ديوك ونوعمي الخيرية بني من الطين ويحاول أيضا أن يوفر فرص عمل للفلسطينيات اللواتي عملنا في مستوطنات إسرائيلية الهدف الرئيسي تشغيل أيادي عاملة إيجاد فرص عمل للنساء بدل العمل في المستوطنات الإسرائيلية طبعا نحن نسبة النساء تفوق على مئة امرأة يوميا تخرجوا للمستوطنات الإسرائيلية للعمل فيها لتحسين وضع الاقتصادي للهم من هان نحن شفنا أن نفكر في إيجاد بدائل لهذه السيدات اللي فقرات ومهمشات عدا عن هيك يعني بتعرضوا لانتهاكات إسرائيلية يوميا وتعمل حاليا في المطعم مجموعة من النساء اللواتي رفضنا العمل في المستوطنات الإسرائيلية في وقت لاقت فكرة إنشاء المطعم ترحيبا من قبل العديد من المؤسسات المحلية والدولية والتي ساهمت في تحقيق حلم نساء أريحة إلى حقيقة على أرض الواقع مثل هذه المشاريع على غاية من الأهمية لأنها تختم بتحقيق عدة أهداف الهدف الأول تعزيز صموط الإنسان الفلسطيني فوق أرضه في الأهوار الهدف الثاني في مواجهة سياسة الإفقار التي يتعرض لها الأهوار من المهم أن نخلق مزيد من المشاريع لتوفر فرص عمل فرص عمل بكرامة أن يعيش الإنسان بكرامة أن يحصل على الدخل المطلوب لاستمرار حياته بكرامة وتشير أحدث الأرقام والإحصائيات إلى عمل مئات النساء الفلسطينيات في المستوطنات الإسرائيلية والتي يتعرضن خلال عملهن لأبشع مظاهر الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي من مدينة أريحة فارس المالكي تلفزيون وطن أخي جهاد غير أن نحن جعانين هلا في هذا التوقيت وشوفنا محشي وفصولية وشغلات زهيكم بين إشي يعني زاكي بعملوه في هذا المطعم شو يعني تنظر لدلالات أبعاد هذه المبادرة وكيف يمكن تعميمها أيضا أولا العدو الإسرائيلي باستمرار بحاجة إلى استغلال المواطن الفلسطيني بغض النظر سواء كان رجل أو سواء كان امرأة وبالتحديد في منطقة أريحة يتم استغلال المرأة الفلسطينية بحجة الفقر وبحجة كسب الحياة نعم وطبعا يذهبوا إلى المستعمرات الإسرائيلية وللمزارع الإسرائيلية وهناك يتعرضوا إلى كثير من الابتزاز والمضايقات لا داعي وحتى من بعض حسب التحقيق حتى من بعض السماسرة طبعا هم يذهبون نتيجة بجهد من السماسرة لكن هكذا توجه وإذا تعمم مثل هكذا توجه فإنه ينقذ الكثير من النساء الفلسطينيات خاصة تلك يعني النساء الذين يذهبون من أجل الفقر ومن أجل نتيجة الفقر فأنت تفتح مراكز مراكز اجتماعية ومراكز اقتصادية ومراكز تنموية تحفظ يعني الرد على المخططات الاحتلالية بخطوات عملية بخطوات عملية هذه مبادرة جدا ناجحة وبحاجة إلى عشرات من مثل هكذا مبادرة ونشجعها نعم يجب على السلطة ويجب على المجتمع المدني والمجتمع الرسمي التوجه إلى هكذا استثمار وهكذا مراكز استثمارية لجعل النساء الفلسطينيات يعملنا في هذا ويعيشنا بكرامة نذكر بالعنوان الأخير بعد تدمير منزلها أسرة مغزية من ثلاثة عشر فردا تتكدس في غرفة من الصفية في قطاع غزة كل بيت فيه قصة وتعددت القصص بخاصة بعد الأدوان الأخير حيث تم تدمير مئات بل آلاف المنازل والمنشآت ليصبح عدد كبير من الفلسطينيين يعيشون في العراء أو يتكدسون في غرف صغيرة تنعدم فيها أو ينعدم فيها الحد الأدنى من وسائل العيش التقرير التالي يعطي مثالا موسيقى غزة مدينة بسوط نايات ونا وشجر ونا دا حكايات فرز من نور تسهل حكاوي ولي طلع صوته ولي طلع صوته بيعيش لو مات لم تكتفي إسرائيل بما يفعله الجوع والفقر والمرض بأهالي غزة بل بعثت طائراتها وجنودها ليضاعفوا معاناة الغزيين فما سلم من الحرب نالت منه البطالة والفقر وحياة تشبه الموت يعني ما عنديش أنا لا في شمس تخش بيتي لا صبح لا ظهر ولا عصر يعني أنا عايش شبه زي كهف يعني في الشتاء تلج وفي الصيف نار عندي كمان أنا عندي أولاد أنا يعني أولاد اللي لما بيجي في درسه ما بعرفوش يقدرسه كويس في شي عنده مجال اللي يقرأ معانتا اليوم أنا عندي أنا الأولاد اللي في التنوية بدي أديروا مجال يقرأ طب وين بدي أديروا مجال يقرأ فيش أنا عندي مكان يا بدي أرضه بالواقع حاض يا بدي أزغط السنة نمرت نطبخي يوم عشر يعني داي كله دين ندت سحاب من الدكانة الحين يعني وقف الدين من كتر ترك مديون علينا يعني من قيمة شهرين ثلاثة يعني بناخد شؤون احنا أكل شؤون بنسد دمية وحين وقف الدين يعني يعني دهور جلحين أبسط في الشي حتى جاز يعني نفسه فيه جاز مش مكتير إن نجفها أبو راشد وزوجته وأحد عشر من أبنائه يعيشون في منزل من عشرين مترا هي المطبخ والحمام وغرف النوم وغرف استقبال الضيوف ومكان اللعب ومع ذلك يعاني أبنائه من ضعف في التحصيل العلمي عايب أعيش في غرفة وماليش غيرها يعني هالغرفة هي ما كان لنوم للصالون للقراية كل إشي يعني غرفة الولاد والبنات بناموا فيها يعني ومكتمة الولاد عندي وثلاثة وولاد أكبر هم عشرين سنة وأكبر بنت عندي يعني صبي الحين تلاتة عشر سنة يعني مش عارفة حتى بنتي يعني لما انت جتوا بسر الصي يقول يما مش عارفة يعني أغير أوعيه فروح الولاد المغربيات ست نفار أول شي كهرب يمشوا بمفرة إنه الطالب بدي يقرأ الثاني شي فيش مجال أقوله يعرف يقرأ يعني لما أنا بدي أفتح لهم أنا يقرأ شبه روضة طب أنا بلا ماخزة بدي أقعد بدي أنام معينت يعني أنا أصبحت لا ديت ابني مجال يقرأ ولا ابني أداني مجال إن أنا أنام معينت فبطلعنا أنا عندي الوضع يعني ما ساء ما ساء للغاية إنه مكان لا يصلح للعيش الأدمي لكن الواقع أمر من الحاجة والمتوفر أقل من الكافي والصبر على الواقع لا ينفي الخوف من المستقبل في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة مدينة بسوط نايات ونوشة جر ومدى حكايات فرست من نور تسهل حكاوي واللي طلع صوته واللي طلع صوته بيعيش لو مات يعني حياة مأساوية في أشبه من كهف 13 مواطن فلسطيني يتكدسون في هذه الغرفة أو شيء شبيه بالغرفة يعني أنا في تقديري بقدر ما هو الوضع مأساوي لكن يمكن أن نتعلم منه شيئا خلينا نأخذ الشق الإيجابي في الموضوع يعني بمقدار هذه الصور وهذه المأساة الناتجة عن الهجمات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي الذي جعل كثير من أبناء غزة بدون مأوى بدون مصدر رزق بدون مواد تمويني ما زالت الدمار ما زال على حاله ولا يمكن إصلاح هذا الدماء الدمار بفترة زمنية قصيرة وبالإضافة إلى ذلك أيضا هناك مسؤولية على الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي والمؤسسات الأمم المتحدة التي لا تستطيع أن تصل إلى غزة وتفرض على الإسرائيل والأموال التي تم تحدث عنها لدعم البناء ما وصلتش إلى غاية الآن لم يصل منها أي شيء ومعظمها لم يصل فهذه مأساة مركبة مركبة من قبل ما قامت به إسرائيل من عدوان ومن تهجير ومن ضرب وأيضا تقصير من قبل الرأي العام العالمي للوصول إلى مساعدة الفلسطينيين في جميع مجالات الحياة أستاذ جهاد أشكرك جزيلا الشكر انتهت حلقتنا نشكرك على ما قدمته من تحليل وقبل الختام نذكر بعنوين هذه الحلقة تنديد فلسطيني واسع بإحراق الطيار الأردني معاذ الكساسب حملة وطنية لإطلاق صراح الأسرى الأطفال انطلاق عملية تشجير أراضي شارع الشهداء في الخليل في إطار برنامج زراعة مليون شجرة في فلسطين مطعم النسوي في أريحة لاستقطاب أيدي عاملة نسوية والحقول دون عملها في المستوطنات بعد تدمير منزلها أسرة غزية من 13 فردا تتكدس في غرفة من الصفيح إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج في أمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر